بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج تريند حلقة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها المستجداد بالنسبة للساحة الرياضية خلال الفترة القادمة عندنا كمان مباراة مهمة جدا لمنتخبنا الوطني في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم أمام توجو يوم السبت القادم جولة الثالثة مباراة لا بديل عن الفوز والسلاسة نقاط لذلك النهاردة بنترح سؤال محتاجين كل مشاهدين الكرام في كل مكان يدخلوا ويشارك في الإجابة على هذا الاستطلاع لأننا نطرح موضوع شاغل الرأي العام بشكل كبير في رأيكم شارط قيادة المنتخب هل ممكن تكون بالأقدمية ولا من اختيار أو رؤية المدير الفني للمنتخب الوطني شاركوا معنا في الإجابة على هذا الاستطلاع وهذا السؤال على صفحات القناة على السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وبالتأكيد إن شاء الله في الفقرة الأخيرة أنا أستعرض مع حضراتكم إجابتكم على هذا الموضوع لكن سريعا ندخل في أهم عنوين حالة النهاردة من برنامج الترند في ترند الأهلي الفريق الأول راح اليوم ويستقنف تدريباته جدا موسيقى كمان في ترند الأهلي اتحاد القرى يطلب حضور الجمهور في نهاية إفريقيا موسيقى وفي الترند المحلي حفل تكريم لمحمد صلاح اليوم موسيقى طبعا خلال الساعات القادمة لا حديث يعلو على استعداد منتخبنا للتصفيات الإفريقية مبارتين همتين أمام توجو مباراة يوم السبت القادم ثم بعدها بـ 72 ساعة مباراة الجولة الرابعة والإياب في العاصمة توجو لومي بالتأكيد مباراة كبيرة جدا ولا بديل عن الست نقاط نظرا للترتيب للمنتخبنا الوطني في المركز السالس بنقطتين وجزر القمر متصدر المجموعة بأربع نقاط لكن اليوم في حوالي ست مباريات في ضربة البداية في التصفيات الإفريقية بعد توقف دام ما يقرب من حوالي سنة ميلادية أولا في خمس مباراة يتلاعب في نفس التوقيت الساعة 6 بتوقيت القاهرة أول لقاء موريتانيا في مواجهة مع بروندي كينيا مع جزر القمر وهذه المباراة بتأكيد بتهمنا لأنها في نفس مجموعة منتخب بمصر أيضا الساعة 6 السنغال مع غينيا بيساو غينيا هتلعب مع تشاد أيضا الساعة 6 والرأس الأخضر مع رواندا وفي الختام ليبيا وغينيا الاستوائية الساعة 9 وهذه المباراة بالمناسبة بتتلاعب هنا في القاهرة على أستاذ ملعب الأهلي والسلام طبعا الليبيا اختارت أنها تلعب في القاهرة وبالتأكيد مباراتها الفترة الجاية كلها في التصفات الإفريقية عاد تكون في القاهرة واختارت ملعب الأهلي والسلام مباراة بالتأكيد مهمة جدا للأشقاء الليبيين لكن تفاصيل أكتر في حلقة النهاردة نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا في فقرة ترند الترند أهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند الترند فقرة ترند الترند هنكمن نفس اللي كنا بنتكلم فيه خلال اليومين 3 اللي فاتوا أو بالأضاق الأسبوع الماضي لما فتحنا موضوع مهم جدا لعلاقة بالقيد المحلي والقيد الإفريقي وكان هدفنا الصالح العام لكل الأندية وقرة القدم المصرية الفترة الجاية لأن القراردة هيكون ليه تبعات مش السيزون فقط اللي احنا نلعب فيه لا ده كمان لارتباط بالمواسم القادمة بتتكلم في موسم أو 2 على الأقصر لكن في البداية مبارح كان فيه خطوة مهمة جدا من الاتحاد المصر لقرة القدم واللجنة الخماسية من خلال هذا المنشور واللي كان بتاريخ الأمس 10-11 وفيما معناه ابتدى يشرح للأندية الخطوات اللي تم اتخاذها للتعديل الداخلي على موعد القيد اللي كنا انفرضنا بيها وتكلمنا عليها خلال الفترة الأخيرة وبالفعل حصل تعديل القايمة الأولى حتى يوم الـ 32-11 والقايمة الإضافية كل ده بالنسبة للدور المتازل قسم الأول لغاية 6 ديسمبر احنا قلنا من البداية 6 ديسمبر ده المعادل الرسمي اللي كان اتحاد الكرة هو اللي أخطر به الاتحاد الدولي لقرة القدم وقال له 6 ديسمبر ده آخر موعد بالنسبة لي في القيد وبالتالي يحق للاتحاد المحلي هنا انه هو يتحرك في الموعد الداخلية وده اللي تم بناء على ان احنا كنا شرحنا ده خلال الفترة الأخيرة وحصل تحرك على المستوى الرسمي سواء من النادي الأهلي أو حتى من اللجنة الخماسية اللي استجابت على الفور ويعدلت القيد طبعا لصالح الأندية المصرية في جزئية مهمة هنا في القيمة الأولى والقيمة الثانية لأن الناس اعتقدت أن القيمة الأولى الأخيرة 3011 فأي صفقة جديدة النادي الأهلي أو أي نادي تعاقت معاها وعايز يأيدها مش هينفع يدها إلا بعد 3011 وده هيعمل مشكلة للقيد الإفريقي لأن القيد الإفريقي أخره 3011 لا هنا ببقى في استثناء للأندية المصرية وده شيء متبع دايما لكل الأندية إنك ممكن الأندية اللي بتشارك في إفريقيا وهي بتأيد في القيمة الأولى الصفقات أو القيمة الأديمة أو اللاعبين القدامى تقدر كمان تضيف الصفقات الجديدة عشان تلعب معك في البطولة الإفريقية ده هيسري بالمناسبة على المؤلين العرب لأنه أول نادي مصر يلعب السيزون ده في البطولة الإفريقية قبل الأهلي والزمالك وبرامدز لأنه هو بالتأكيد مش معفي من الدور التمهيدي وبالأمس كنا اتكلمنا كمان على خبر مهم جدا وكان انفراد لبرنامج الترند وهو متعلق بقرار الاتحاد الإفريقي أو تحديدا لجنة المصابقات والأندية فيما معناه بزيادة عدد القائمة بالنسبة للأندية إلى 40 لاعب وفتح القيد بالنسبة للأندية المعفاة من الدور التمهيدي إلى 30 نوفمبر وعدم ارتباطها بتاريخ 10 نوفمبر و30 نوفمبر فقط هرجع الجزئية دي بس اريد برضو عايز اتكلم في جزئية مهمة لها علاقة بالقرعة اللي تمت أول أمس قرعة المصابقات الإفريقية دور الأبطال والكونفدرالية خلال الفترة القادمة أولا أول أمس كان في اجتماع للجنة المصابقات والأندية في الاتحاد الإفريقي لقرة القدم استمر حوالي 4 ساعات بعد اجتماع اللي استمر 4 ساعات أجريت مراسم القرعة وقدامكم هوا على الشاشة أولا دي قرعة دور أبطال إفريقيا سيزون 20-20-2021 وطبعا أربعة واربعين نادي بيشاركوا في الأدوار التمهدية نتيجة طبعا أن في أندية كثيرة ودول كثيرة بسبب فيروس كورونا مش هتقدر تشارك في النهاية تم تحديد هذا الشكل وطبعا النادي الآله هيلعب في الفايز من المباراة رقم 11 و12 بطل الصومال مع بطل النيجر وبالتأكيد المباراة التمهدية هتكون في الفترة من 27-29 نوفمبر الزهاب والقياب من 4-6 ديسمبر طيب ده مش دور الأبطال فقط لا كمان الكنفدرالية طبعا ده هنا أولا الأندية المعفاة الوداد الرجاء حرية كونكري الأهلي الترجي الزمالك تي بي مازينبي مامولي دي سانداونز فيتا كلاب الكنغولي وأول أغسطس الأنجولي ودول اللي معفيين من الدور التمهيدي وهينتظروا الفائزين في الأدوار التمهيدية وبعد ذلك في حوالي 6 خانات للأندية اللي هتلعب دور التمهيدي هتلعب مع بعض في حال التأهل لدور الـ 32 دور الـ 32 هيتلعب 22-23 ديسمبر المباراة الزهاب والقياب 5-6 يناير طيب أيضاً كمان أرعة الكنفدرالية كانت بنفس الشكل وبنفس الإطار لكن طبعاً عدد الأندية المعفاة من أداء الدور التمهيدي كان أكتر بنتكلم على 13 نادي لأن هنا في 38 نادي فقط هم اللي يلعبوا الدور التمهيدي عكس لدور الأبطال دور الأبطال كان فيه 44 نادي وهي قصة أرقام أنت بتحاول تشوف في النهاية الرقم اللي ممكن في النهاية يوصل لـ 32 عشان تبدأ تلعب المسابقة بشكل رسمي من دور الـ 32 الموعيد هتكون في نفس موعيد دور الأبطال وقدامنا طبعاً الفرق المعفاة من الكنفدرالية نهضة بركان وفاقستيف شبابة القبائل سنة بيدرو من كودفواري النجم الساحلي بيرامدز المصري أهلي ترابلس الليبي الهلال أوبايد السوداني أورلاندو بايرتز الجنوب إفريقي كامبال لسعدد من الدنيا في بطولة إدرانفرية طيب هنا في نقطة مهمة جداً وأنا بتكلم على هذه الجزئية وعلى هذا الموضوع بعدما تعاملت القرعة قرعة دور الأبطال والكنفدرالية لجمة المصابقات اجتمعت واتخذت قرارات إن بارح كنا اتكلمنا فيها يعني بشكل سريع وقلنا إيه اللي حصل فيها إن الأندية زاد العدد لأربعين لعب تقدر تأيدهم وإلقاد للأندية اللي مش هتلعب الأدوار التمهيدية تقدر تأيد حتى 30 نوفمبر ومش مرتبطة أنها تبعت 10 نوفمبر الحد الأدنى اللي كان 23 لعب لما كانت القايمة 30 لعب فبالتالي أصبح الشكل هيبقى إزاي كل نادي يقدر يأيد دلوقتي 40 لعب ما فيش أي مشكلة أوكي لكن الحد الأدنى اللي هتسجله لغاية 30 نوفمبر 33 لعب يعني ما أنا أدق عايز تسجل الاربعين لغاية 30 نوفمبر سجل الاربعين عايز تسجل أقل من الاربعين أوكي بس تسجل 33 لعب فقط لأنه هو مديك مساحة تانية في انتقالات يناير إنك ممكن تضيف 7 لعبين آخرين طيب في جزئية مهمة برضو عايز أشرحها للناس للإتحاد الإفريق ولجنة المسابقات والأندية اتخذ هذا القرار وزودت العدد لـ 40 لعب الأمر مرتبط بـ فيروس كورونا وإن فيه مباريات ممكن تتأجل أو تتلغي أو تتأخر بسبب ممكن فرق ما تعرفش تسافر أو ممكن فرق يكون عندها إصابات كتير فبالتالي قالك لأزود العدد طيب فيه ناس سألت مباريح على السوشيال ميديو تقولك طب ما انت زودت العدد لـ 40 بس أنا الاتحاد المحل عندي بيقولي 30 فيه اتحادات كتير على فكرة بتقول 30 في جنوب إفريقيا على فكرة الأمر متاح يعني مثلا قيبة ساندونز فيه حوالي 42 لعب الأمر متاح فبالتالي في الجزئي دي انت بتعمل إيه انت بتسجل عندك 30 المتاحين في القائمة المحلية وعندك من قطاع النشئين فريق الأمل أو فريق 19 سنة تقدر تأيد 10 لعيبة زي ما انت عايز لما تيجي تسافر الكاف قالك ممكن تسافر بالـ 40 لعب ما عندوش مشكلة مش لازم تسافر بعشرين لا تسافر بالـ 40 ما عندوش مشكلة التغييرات هتبقى كمسة أي فرقة مش هريدر تسافر أو أنده حالات كورونا طالما ان فيه 15 لعب متاح لا انت هنا خسران 2 سفر لان هنا المسؤولية عليك لان 25 لعب لما يقولهم كورونا انت هنا البروتوكول الطبي ما طبقتوش بشكل كويس وبالتالي اتحلت أزمة القيد للقرى الإفريقية وللقرى المصرية وأصبح الأمر الحمد لله يعني بقى جاهز بالنسبة للأندية خلال الفترة اللي جاي طيب أخرج لفاصل وبعد الفاصل عندنا الكلام مهم جدا برضو عن النادي الأهلي وترند الأهلي واللي اتكتب على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة أعلى أن أصلا بحضراتكم من جديد وأفاقرة ترند الأهلي وهنشوف اللي اتكتب عن النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة في السوشيال ميديا لأن كلام فيه كلام كتير قوي بخصوص الأهلي خلال الفترة الحالية في استعداد الموسم الجديد أول حاجة معنا الحساب الرسمي للأهرام على تويتر كتبوا أن الأهلي بيشكر اللجنة الخماسية بعد تعديل مواعيد القيد وجه النادي الأهلي للشكر إلى اللجنة الخماسية باتحاد القرى برئاسة الأستاذ عمر الجناني بعد تعديل مواعيد القيد المحلي ومراعات الظروف الاستثنائية للأندية بعد المشاركة في البطولات الإفريقية والتأجيل والإرجاء اللي حصل في المواعيد خلال الفترة الأخيرة وده دور مهم جدا لاتحاد القرى حرصا على مصالح الأندية المصرية وكنا تكلمنا وشرحنا الجزاية دي على مدار أسبوعه كامل والحمد لله لما بنفتح عضية وبنفتح ملف بنبقى عندنا الأسانيد اللي نتكلم فيها لصالح الأهلي ولصالح كل الأندية أيضا كمان من الصفحة الرسمية لليوم السابع على الفيسبوك كتبوا أن اتحاد القرى بيطلب حضور عشر ألاف مشجع في نهائي دوري أبطال إفريقيا طيب أنا هتكلم عن الخبر ده لكن هربطه بالخبر اللي بعديه لأن المصري اليوم الرياضي أيضا كمان عبر حصابها الرسمي على تويتر نشره أن اتحاد القرى بيطلب حضور هنا بقى عشرين ألف مشجع للنهائي الإفريقي طيب أنا عامل نقطة من أول السطر على الخبرين أيا كان عشر ألاف مشجع أو عشرين ألف مشجع احنا قلنا في النهاية مبارح أن فيه جراءات معينة لازم تتم في هذا الشأن بتقدم خطة أولا جراءات احترازية عشان موضوع فيروس كورونا وحضور الجمهور عيب أزاي والخطة الثانية ليه علاقة بالخطة التنظيمية والأمنية لدخول الجمهور ده بيبقى هنا شأن داخلي ما بين السلطات المصرية إذا تم الاتفاق على هذا الأمر بترفع الأمر برمته للاتحاد الإفريقي وهنا الكاف بياخد القرار النهائي ودينا أمثلة على التصفيات الإفريقية اللي هتبدأ من النهاردة في دول قدمت خطة بهذا الأمر وتوافق لها وفي دول أيضا ما توافق لهاش هي في النهاية في خطة معينة أنت بتقدمها والقرار النهائي للاتحاد الإفريقي أي أن كان بقى العدد عشر عشرين أنت في النهاية السلطات هنا هي اللي بتحدد العدد وحسب الخطة اللي بتتقدم الكاف بيكون ليه القرار النهائي طيب كمان معنا من خلال السوشيال ميديا صفحة في الجول طبعا هنا الحساب الرسمي لها لإنستجرام نشروا أرقام للأهل والزمالك في نهاية دوري أبطال إفريقي الأهل وصل للفاينال 12 مرة بينما وصل الزمالك 7 مرات فقط الأهل فاز 8 مباريات الزمالك فاز 5 مباريات الأهل خسر في 4 مواجهات الزمالك خسر في مواجهتين الأهل يعني برقالات الجزاء ما حسمش أي بطولة لكن الزمالك حسم البطولة 3 مرات برقالات الجزاء الأهل سجل 30 هدف بينما سجل الزمالك 11 هدف استقبل الأهل 18 هدف والزمالك استقبل 11 هدف في النهاية مجموعة أرقام ممكن تدينا مجلول ومؤشر على من الأقصر خبرة بالنهايات ودوري أبطال إفريقي طيب الحساب الرسمي ليلا قورة على الإنستجرام نشروا أن في مقترح من اتحاد القورة لبدء الدوري الجديد في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر هي بعد ما تخلص مباريات كأس مصر تقدر تحدد اليوم والتاريخ والزمن اللي تبدأ به بطولة الدوري الجديد لأن في النهاية انت هنا ما تقدرش تدي توقيت معين لمباراة الدوري أو الموسم الجديد إلا لما تحدد مباراتين المتبقياتين في دوري الثمانية للأهل والزمالك مباريات السيمي فاينال وموعد نهائي كأس مصر عموما بعد نهاية دورة أبطال إفريقيا في أمور كتيرة جدا في المسابقات المحلية تتضح خلال الساعات اللي جاية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل عندنا لسه كلام أيضا كبير عن تريند الأهلي والسوشيال ميديا كتب دي عن الأهلي خلال الساعات الأخيرة أهلا بحضراتكم من جديد ومكملين مع حضراتكم تريند الأهلي وليتكتب خلال الساعات الأخيرة أنه كمان عندنا الكلام بخصوص تدريبات الأهلي خلال الفترة الحالية أول حاجة معايا من الحساب الرسمي لمبتدأ على تويتر نشروا أن تصريح لطبيب الأهلي دكتور خالد محمود تعافي وليد سليمان والشحات طبعا وليد سليمان كان تعرض لكادمة قوي جدا في العضلة الأمامية في تدريب أول أمس والجهاز الفني فضل لرحته وخضع لأشعة لكن الحمد لله يمكن المؤشرات والتقارير المبدئية للجهاز الطبي بتقول أن الحمد لله يعني مش إصابة قوية محتاجة بس راهة عدة أيام وعلى نهاية هذا الإسبوع إن شاء الله بعد الراحة السلبية اللي خدها الفريق النهاردة يقدر إن شاء الله وليد سليمان يشارك فيه التدريبات خلال الفترة القادمة طبعا فيه ألأ كبير خلال الفترة حاليا عندنا نهائي دورة أبطال إفريقيا فالكل محتاج يتطمن على كل اللاعبة كل لاعب موجود في القايمة أكيد 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 هيكون عنصر مهم جدا إضافي بالنسبة للبطولة الإفريقية حسين الشحات وليد سليمان عودة رامي ربيع جيرالدو باتجي مروان محسن محمود قهربا كل العناصر دي إن شاء الله تكون إضافة قوية مع نهاية إفريقيا أيضا كمان حسين الشحات كان في المباراة الأخيرة كان تعرض لإصابة بالعضلة الخلفية وبالتالي الجهاز الفني فضل راحته حسين الشحات يعني الحمد لله الأمر بالنسبة له بيصير بشكل جيد هيخوض التدريبات الجماعية مع القالة الحمولة خلال الفترة القادمة ولديه إصرار شديد على تجهيز نفسه بالنسبة للمرحلة اللي جيد طيب كمان معنا من صفحة السوبر كورا صفحة رسمية ليها على الفيسبوك أيلين إن جيرالدو بيشترط الحصول على نفس راتبه في الأهل للموافقة على الرحيل أنا عندي كلام كتير قوي وعندي تفاصيل كتيرة في مسألة الانتقالات والإعارات وعملية البيع والصفقات اللي ممكن تتم الفترة اللي جاية لكن ما يقتر خلال الفترة الحلاسة الدوقنية والله بنسبة 99% غير صحيح لأن الفريق مقبل على دوري أبطال إفريقيا وحل مواعيد القيد بالمناسبة حل مواعيد القيد الإفريقي والقيد المحلي نسف كل هذه الأخبار بشكل كبير لأن كل هذه الأخبار قد تقدر أتناقش وتكلم فيها لو فيه أزمة في معادة القيد أن أنت لازم تاخد قرار في مسألة رحيل لاعب أو تتفق معاه على جدولة شيء معين لأن القيد هيكبرك على صفقات جديدة لازم تعيدها لكن مثل هذه الأخبار بعد تعديل مواعيد القيد لا أصبحت الأمور دلوقتي مختلفة وهذه الأخبار وهذه المعلومات بنسبة 9% غير صحيح خاصة أن القيمة الإفريقية بقت 40 لاعب فبالتالي ده أنت مش مجبر تمشي حد ده أنت عندك مساحة تحط 10 لعيبة إضافية ممكن كمان يتضافه على 30 الموجودين في القيمة المحلية فأنت لا عندك أزمة في مسألة رحيل لاعب ولا تتفي معاه على جدولة ولا فيه لاعب يقدر أصلا كمان يتكلم على مسألة مستحقات وأخذها لو أنا مشيت من هنا لو رحت نادي تاني أعتقد أن أشرح تلك الجزية دي بشكل مهم أول لأن الساعات الجاية هتلاقوا كلام كتير قوي قوي بيتقال في هذا الشأن مع صفقات كتيرة هتتقالي الفترة الجاية وانت مقبل على نهاية دورة أبطال إفريقيا بطولة مهمة جدا إن شاء الله كلنا نفرح بيها يوم 27 نوفمبر طيب كمان معايا من حساب الوطن سبورت الرياضي على تويتر نشروا إن سيراميكا كيليوباترا بيطلب دم صالح جمعة من الأهلي طيب زي ما قلت لكم نفس خبر جيرالدو مسألة الإعراض والصفقات اللي ممكن بعض الأندية بتحاول تبرمها وبالطبع في المقام الأول أي نادي صاعد من الدوري الدرجة التانية للدوري الممتاز تفكيره وشغل الشاغل إزاي يقدر يضم صفقات من النادي الأهلي سواء من الفري الأول أو لعيب صاعدين من قطاع الناشئين زي العربي بدر ومحمد فخري وشادي رضوان وأكتر من لعب ظهروا بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة لكن أنا زي ما أكدت لكم لحضراتكم خلال الساعات الأخيرة بعد تعديل موعد القيد صدقوني والله كل هذه المعلومات مش هتبقى صحيحة لأن خلاص أنت القيد الإفريقي بأربعين لعب فتقدر تأيد التلاتين اللي موجودين معك في القائمة المحلية وتقدر تضيف عشرة تانيين من قائمة قطاع الناشئين والشباب ولو عندك سكندتين فريق أمل للفريق الأول تقدر تضيف من خلاله بالإضافة لده ممكن كمان الاتحاد المصري ساعد الأندية اللي بتلعب في إفريقيا أنه ممكن تستفيد بالأجانب بشكل أوسع بالنسبة للمرحلة اللي جاية فيه تفاصيل كتيرة وفيه معلومات إن شاء الله هتكونوا حاضرة معنا الفترة الجاية لكن اللي بيشغل قطاع الكورة والجهاز الفني والكابتن محمود الخطيب الفترة الحالية إزاي نحضر نفسنا نفسياً وزهنياً وفنياً لنهاء دور الأبطال وإزاي نحافظ على القوام الأساسي والرئيسي واللعاب الصعيدة من قطاع الناشئين لما بعد 27 نوفمبر في دراسة جدة لكل هذه التفاصيل وعلى أساسها أنت بتتخذ خطوات جدة مع اتحاد الكورة ومع الاتحاد الإفريقي في مسألة الموعيد عشان لما تاخد قرار في أي لعب يبقى القرار موائم للقرار الرسمي اللي صدر سواء من الاتحاد المحلي والاتحاد الإفريقي لأن في النهاية أنت مش بتلعب كورة عشان تحافظ على اللعبة فنياً فقط لا ده أنت كمان عندك ترجط هنا اللي أنت لازم تعمل نجاحات وتعمل مكاسب مالية من هذا القطاع لأن في الأمر في النهاية هي إدارة محترفة بتشتغل على قيم مالية لازم تكون مكاسب بالنسبة للفترة اللي جاية وإن شاء الله الفترة الجاية بإذن الله هتكون في حاجات مميزة وإيجابية في الأهل إن شاء الله سواء على موضوع الصفقات والانتقالات أو حتى إن شاء الله نهاية دور الأبطال والاستعداد لمواجهة الزمالك أخرج إلى فاصل والفقرة الأخيرة من برنامج الترند ولكن بعد الفاصل أعلم بحضراتكم من جديد والفقرة الأخيرة من برنامج الترند وسريعنا عشان وقتنا بيجري معاكم بسرعة نروح للترند العالمي وطبعا أول حاجة معنا من الكنج المصري محمد صلاح حساب نادي ليفربول على تويتر نشر صورة لمحمد صلاح في تدريبات المنتخب والضحكة الحمد لله بتاع الواجهه وكتبوا صباح الخير ياريدز الملك الصلاح يبدو مستعدا لمباريات المنتخب الوطني وبالمناسبة النهاردة في حفل رائع جدا اتحاد قرة القدم ووجود طبعا أبرز دجوم الكرة المصرية حفل كده خفيف لمحمد صلاح لأنه بالتأكيد أحد النجوم أو النجم الأوحد بصراحة اللي عامل نتائج مميزة جدا لصورة طيبة لللاعب المصري في أوروبا فيه النينو في كوكا وفيه أكتر من لاعب لكن بصراحة محمد صلاح على المستوى الأرقام والنتائج عامل شغل ممتاز جدا طيب معايا أيضا كمان من صفحة في الجولي الحساب الرسمي ليها على تويتر أشاهدوا بجيني فينالدوم لاعب ليفربول الإنجليزي وقالوا عنصر هام في جيل ليفربول الحالي والذي أعاد الهيبة الأوروبية والبطولات لخزينة الريدز الجميع يتحدث عن سادي وماني ومحمد صلاح وفرمينيو لكن أبدا لا يستطيع أحد أن ينكر دوره لهام في كتيبة يورجون كلوب طبعا دور مميز جدا لفينالدوم لاعب متميز ولاعب رائع مع فريق ليفربول خلال الفترة الأخيرة لكن بصراحة التركيبة كلها اللي عملها المدير الفني الألماني ليفربول عاملة نتائج مميزة جدا تحديدا خلال الموسم الماضي طيب الجوز الأخير من حلقة النهاردة ومشاركات الناس على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة وهو متعلق بيعني الرؤية الفنية أو رؤية كل واحد بيشارك معنا بالنسبة لكابتن الفريق هل بالأدمية ولا باختيار المدير الفني؟ أحمد مصطفى صلاح بيقول أحمد حجازي أو طارق حامد للشخصيات في أرض الملعب هو شايف أن الشخصيات هي اللي ممكن تكون هي الكابتن طيب جمال أحمد جمال بيقول بالأدمية طبعا ليلة أحمد بتقول بالأدمية طبعا محمد دا سعيد بيقول بالأدمية طبعا طيب أراء أخرى أحمد الجوكر بيقول بالأدمية محمود سليم بيقول الأدمية طبعا وبدون مجملات محمد أبو الشيخ بيقول بالأدمية أفضل شيء أحمد عبد الله بيقول بالأدمية طبعا أحمد مساعد بيقول أدمية طبعا واضح أن رأي الناس كله بنسبة 99 و10 رايح في إطار أن كابتن المنتخب بيكون بالأدمية وما تكونش رؤية أو وجهة نظر المدير الفني للمنتخب الوطني عموما هي استطلاعات أراء وكل واحد بيشارك بوجهة نظر لكن في النهاية أنا تمنى أن مثل هذه الموضوعات ما تكونش عنصر أساسي في تفكير أي حد داخل الجهاز الفني لأن الجهاز الفني شغل وشغل حاجات مهمة أكتر من الموضوعات الفرعية دي الفترة الجاية لأن موقف المنتخب في التصفات الإفريقية حرج ومحتاجين تكاتف وتركيز تحديدا في مباراتي توجو القادمتين بإذن الله بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقى على خير في حلقات أخرى قادمة بالبرنامج الترين شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء